جمهورنا الرياضية الكريم صباحكم سعيد صباح المنتخب الوطني الجزائري العاسم على تحقيق نتيجة ايجابية ولملاء الفوز في مباراة مهمة جدا بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري هنا من امامي فندق المنتخب الوطني الجزائري طبعا قبل ساعات على انطلاق مباراة الجولة الثانية امام منتخب غينيا الاستوائية طبعا ربما نبدأ بالمناخ حيث بالامس كانت هناك تهاطل كبير لامطار على مدينة ادوالا امطار كانت غزيرة في ساعات متأخرة من الليل لكن منذ تقريبا الساعة سادي صباحا الى غاية الان لم تكن هناك تساقط لامطار رغم انه هناك تساقط لامطار على مستوى يوم كامل وهو ما يتخوف منه الناخب الوطني الجمال بالماضي من تأثر ارضية الميت نعم تأثر ارضية الميدان اقول خاصة تسبق مباراة المنتخب الجزائري مع منتخب غينيا الاستوائية مباراة كوديفور مع منتخب سيراليون طبعا فيما يخص برنامج المنتخب الوطني الجزائري كان من المفروض ان تكون هناك حصة مشي للاعبية المنتخب الوطني طبعا ما هو معهود دائما حصة استرخاء في محيط الفندق او في مكان مع التنقل من خلال الحافل لكن تم تغيير في البرنامج ولن تكون هناك حصة مشي بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري تخوفا من ارتفاع في درجة الحرارة او تخوفا من الامن عفوا او تخوفا من الامن لانه طبعا هذه امر كانت الكثير من الجهات الامنية هنا طلبت لللاعبين وايضا البعاثات المنتخبات بتوخي الحذر والحيطة خاصة بعد تهديدات التي كانت سابقا لهذا فضل المنتخب الوطني الجزائري اراحة لاعبية في الفندق قربما يكون المش داخل على محيط الفندق هذا يعني ان بعثة المنتخب الوطني مقيدة كثيرا في تحركاتها خالد نعم لانه هذا كان في تخوف لانه كانت في تهديدات فيما سابق ولهذا فضلوا عدم الجهات الامنية طلبوا ان توخي الحذر والامن عدم الخروج للمشي طبعا هذا لمصدعة المنتخب الوطني كاول شيء فيما يخص نقطة اخرى منذ لحظات كنا في فندق مع انصار المنتخب الوطني كان رئيس الاتحاد الكاميروني ساموال ايطو كان في فندق رفقة انصار المنتخب الوطني الجزائري تقطوا معه بعض الصور والصور التي بحوزتكم الان واهدوه قميص المنتخب الوطني الجزائري والذي وعد بانه سيتنقل الى الفندق لاخذ امضاء من صديقه رياض محرز حاولنا مرارا متكرارا ان نستفيد من تصريح من رئيس الاتحاد الكاميروني ساموال ايطو لكنه رفض ذلك جملة وتفصيلا خاصة خالد مع تصريحات ميدو اللعب المصري والحديث عن مباراة سنة 2004 كذلك نقطة جد مهمة النقطة جد مهمة في حديث جانبي مع ساموال ايطو قال انه كذب ميدو ذلك وقد لامه ايطو على ما قاله قالوا فقط في الجانب الاعلامي وكنت اكلمت عن ذلك وكأن ميدو تهرب في حديث مباشر مع اللاعب ساموال ايطو رئيس الاتحاد الكاميرون طبعا هذا في حديث جانبي لم يكن هناك تصريح رسمي من ساموال ايطو الذي رفض التصريح يعني ساموال ايطو يكذب تصريحات حسام ميدو قالد نعم وكان استمعنا لتصريح لخطاب ميدو واخطاب ساموال ايطو مع ميدو في على مستوى الواتساب كان سلوا رسالة واسمعنا الفحوات في مختصر لها قال انه يعتذر على ما بدر منه خالد دائما مع التصريحات كان فيه يمكن تصريح من اللاعب محمد امين توغاي بالامس في المنطقة المختلطة بخصوص وجود لعبين في المنتخب الوطني مصابين بفيروس كورونا هل لديك معلومات ام ان الامر يتعلق بالغيابين رميز الروقي وادم الوناس فقط هو بالامس كان غياب رميز الروقي عن حصة الدريبية وادم الوناس بالاضافة الى الحارس الزغبة الحارس الزغبة كان لدى حديث جانبي مع مقرمين داخل بيت المنتخب الوطني قال انه هو تعرض الى نزلة زكام فقط الحارس الزغبة لكن فيما يخص رميز الروقي وادم والناس خاصة بعد تصريح اللاعب توغاي لشروق النيوز في المنطقة المختلطة انه يتمنى الشفاء للعبين من فيروس كورونا تؤكد رسميا انه اصابة هذا الثنائب فيروس كورونا لكن الحالة مطمئنة لانهما بدأ يشفيان من فيروس كورونا خاصة انه حصة اول امس تنقل على انفراد الى الحصة التدريبية وهم في الفندق هنا في الداخل حسب المعلومات التي بحاوزتنا عز الدين انهم معزولين عن مجموعة المنتخب الوطني خاصة بعد ايضا التجهيزات الموجودة لكشف عن فيروس كورونا الجهاز الذي تم استخدامه من الجزائر وايضا باطباء من الجزائر يتم عملية كشف عن كورونا يوميا ونتيج تكون بعد عشرين ساعة ادم الناس ورميز الروقي او عشرين دقيقة فقط عشرين دقيقة زميل بجمعة وجاني يصحح للمعلومة تكسحها عز الدين نعم خالد هل انت متفائل يعني كسؤال اخير بمباراة اليوم وانت القريب بطبيعة المنتخب الوطني نعم طبعا كل الظروف مهيئة للمنتخب الوطني الجزائري خاصة بعد عملية شحن البطاريات التي كانت من انصار المنتخب الوطني هنا في استقبال اللاعبين عندما طالبوهم بالعمل المستحيل وسيكونوا برفقتهم في كل نتائج المباراة التي سيأخذها المنتخب الوطني الجزائري الشيء الجميل بالامس وكانت الصور على الشروق نيوز عندما تحدث مناصر مع اللاعب بغداد بن نجاح طلب منه القميس قميس بغداد بن نجاح قالوا امتى متى سيكون هذا القميس قالوا الى غاية النهائي وهذا دلالة على طموح المتواجد عند لاعبين المنتخب الوطني بان حملت الدفاع عن اللقب ستكون في هذه المباراة مباراة اليوم ان شاء الله رغم يبقى العائق الوحيد هو ارضية الميدان لكن ان شاء الله كل الظروف تكون مهيئة وحاولي ان المنتخب الوطني جاهز في غياب رميز اللوقي لكن اسماعيل بن ناصر حاضر والخيارات ستكون متاحة لان ناخب الوطني جمال بالماضي امام منتخب غينيا الاستوائية الذي هو الاخر يسعى لتحقيق نتيجة ايجابية للذهب بعيدا لملافه هذه الدورة لكن ان شاء الله تكون الظروف لصالح المنتخب الوطني جزيلي المعنوية في إيمان وهذا ما لمسناه بالامس في الندوة الصحفية لان ناخب الوطني جمال بالماضي وايضا في الحصة التدريبية لان ناخب الوطني جمال بالماضي شكرا لك خالد تهامي ويمكن وعد بغداد بن جاح ليس فقط للمناصر وانما لأربعين مليون مناصر للمنتخب الوطني خالد تهامي كنت معنا من مدينة دولة الكاميرونية شكرا لك وشكرا كذلك للزميل المصور بوجمع اوجاني بهذا نصل الى نهاية هذا الموعد الرياضي مزيد من الاخبار دائما تتابعونها عبر الشروق الاخبارية الى اللقاء